النهاردة هعمل معمول بالطمر بطريقة سهلة جدا وعجينة مصبوطة قوي ناعم وبيضوب في البق والطعم حكاية للمناسبات والأعياد أحبين تعملوا للفطار الصبح يلي تلعاكم وصفة النهاردة لا تنسوش اشتراك في قناتي عشان يوصلكوا إشعار بكل وصفة جديدة ويلا بنا نبدأ هحتاج كوباية سامنة بردة أناس لمطلعاهم للتلاجة هضيف عليها نص كوباية سكر بودرة نص كوباية زيت وهقلبهم مع بعض كويس جدا وبعدين هضيف عليهم بيضة واحدة بدرجة حرارة الغر معلقة كبيرة فانيليا وهقلب كل المكورة مع بعض الأول وبعدين هضيف عليهم نص كوباية حليب بودرة دي اختياري تقدر تستغنوا عنها عادي هحتاج كمان ثلاث أكواب دقيق هضيفهم بالتدريج وهضيف عليهم نص معلقة صغيرة بيكنج بودر هقلب كل المكورة مع بعض أول كويس جدا دي ربع معلقة صغيرة ريح الكحك تقدر تشتروها من العطار دي اختياري أو تقدر تستبدلوها بمعلقة صغيرة ميت ورد زي ما تحبوه هقلب كويس لحد ما كل المكونات تتجمع معايا هقلب كويس لحد ما تتجمع معايا عجينة بالشكل ده كده شايفين قوام العجينة مظبوطة ازاي لما اجي اضغط عليها مبقاش فيها اي تشاء وقات كده العجينة مظبوطة هغطيها وزيبها ترتاح نص ساعة لحد ما حضر الحشو هحتاج طمر معجون لو طمر اللي بتستخدمونه ناشف شوية هتضيفه عليه معلقة كبيرة سامنة وهتعجنه كويس وتعمله كور بالحجم اللي يناسبكم انا عملت كور بالحجم ده كده هاخد قطعة من العجينة بحجم اكبر شوية من حجم الطمر وافردها بايدي كده وحط فيها الطمر وقفل العجينة كويس هعمل كل الكمية بنفس الطريقة وبنفس الحجم تقريبا وهرصهم كلهم في الصانية هستخدم القلب بلاستيك ده القلب ده عملي جدا وسهل الاستخدام وسعره بسيط وعندي هنا اشكال تاني هستخدمها برضو شايفين بكل بساطة والشكل حلو قوي عملت اربع اشكال التسويه هتكون في فرن ساخن مسبقا على حوارة 180 درجة وحطها في الرف الأخير من تحت لحد ما تاخد لون دهبي من تحت وبعدين هقفل من تحت وافتح الشوية تاخد لون دهبي حلو من فوق الريحة مش قادرة وصف لكم اظن الصورة بتتكلم النقشة بتاعته زي ما هي ما تغيرتش ولا ساحت في الفرن العجنة مصبوطة جدا ونعمة وبتضوف في البق طعمه كان حلو قوي قوي جربوه هيعجبكم جدا طعمه كان رهيب بجد ما اخدش وقت خالص ابننا من كل البوصفة النهاردة كون عجبتكم اشوفكم تاني على خير قريفة في فيديو جديد وباي باي